في عام 2020 في الحقيقة استطاع المعهد الفرنسي أنه يبدأ حفاير جديدة في مكان مهم جدا جدا في مجال الآثار الإسلامية وهو قلعة شيخ العرب همام القلعة بتقع في محافظة قينة في مدينة فرشوت في قرية جبل العركي اللي بتقع في موقع مهم جدا جدا وهو بداية ضرب الأربعين اللي كان بيصل مصر بأفريقيا وفي الحقيقة هو ضرب تجاري مهم جدا جدا منذ القدم وفي الحقيقة أن هذه القلعة أهميتها مش فقط لأن هي لم يجرى بها حفاير من قبل فهي دي أول مرة تجرى حفاير في هذا الموقع عبر تاريخه إنما أيضا نظرا لأهميته باعتباره واحد من الآثار الإسلامية الدفاعية الوحيدة الباقية في سعيد مصر وأيضا نظرا لأهمية شيخ العرب همام نفسه صاحب هذه القلعة اللي حكم صعيد مصر من حوالي عام 1720 لعام 1769 يعني نقدر نقول حوالي 49 سنة في الحقيقة كان شيخ العرب همام هو الحاكم الفعلي لصعيد مصر من أسيوت إلى أسوان وده كان في فترة مهمة جدا جدا وهي خلال سيطرة الدولة العثمانية على مصر وده بيخليه شبه دولة محلية دولة وطنية داخل مصر كان بالفعل فيه بعض التعاون مع المماليك اللي كانوا بيتباع العثمانيين في شمال مصر وفي بعض الأحيان كان فيه خلاف كبير بينه وبينه لو رجعنا للألعة فهي بالفعل مساحتها ضخمة جدا جدا حوالي 18 فدان يمكن المبنى تنقسم العيدة مباني المبنى الرئيسي حوالي 2000 متر وده بيمثل القصر وهو مدعم بأبراج خارجية أصر الشيخ العرب همام والمبنى السانوي حوالي 1000 متر وده كان بيرجح أنه يكون أماكن للغلال وتخزينها وكمطابخ والمباني الأخرى الموجودة وهي ثكنات للجند وأماكن لتدربهم وده بتصل مساحتهم لحوالي أكتر من 60 ألف متر مربع المكان واعد جدا ومهم جدا لأنه مبشر على الصعيدين الصعيد الأثري لأن الأصوار كلها مبنية بالطوب اللبن وفيها أسليب وتقنيات مهمة جدا جدا يهمنا أننا من خلال الحفائر نستخرج أسليب البناء التي كانت متابعة في هذا الوقت وأيضا أشكال العمارة وبالتأكيد الحفائر هتمدنا بكتير جدا جدا من المعلومات عن هذه الفترة أيضا الأهمية التانية لهذا الموقع أن فرشوت كانت في هذا الوقت بتعد مكان تجاري مهم جدا جدا ليس فقط لمصر وإنما أيضا للعالم يعني لو رجعنا بالتاريخ هنلاقي أن ميناء زي ميناء السويس كان بتخرج منه حوالي 60 سفينة سواء للتصدير أو الاستراد من مصر أما ميناء القسير اللي هون أقرب إلى فرشوت واللي بيصدر منتجات فرشوت اللي كان على رأسها طبعا هو السكر بنجد أن المصادر التانية بتقول لنا أنه كان بيخرج شهريا من 10 إلى 20 سفينة يعني ضعف ما كان يصدر أو يستورد من ميناء السويس طوال العام أيضا بنعرف أن فرشوت في هذا الوقت كانت بتصدر السكر ليس فقط إلى الدول العربية ومحيطة إنما أيضا إلى العاصمة إسطنبول وفي الحقيقة ده كان بيدي قوة إلى حاكم فرشوت وهو في هذا الوقت شيخ العرب همام اللي كان له من الصلاحيات والقوة أنه يسيطر على الصعيد في هذا الوقت في الحقيقة أن هذا الموقع بيعد واحد من المواقع الواعدة اللي تنبه ليها المعهد الفرنسي للأصار الشرقية في القاهرة بالتعاون مع جامعة إنشامس وأسعد أن أكون رئيس هذه البعثة ومعي طبعا مجموعة واعدة من الباحثين الفرنسيين والمصريين وإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه البعثة وغيرها من البعثات تضيف الكثير والكثير ليس فقط إلى التاريخ المصري وإنما أيضا إلى البعد ما بين علاقات المصرية والفرنسية وخاصة أن هذا الجزء من التاريخ وهذا الموقع يحتاج فعلا مننا إلى المزيد والمزيد من الجهد سواء في مجال الحفائر أو في مجال البحث الأسل أيضا في هذا العام كان فيه عندنا تعاون ما بين جامعة إنشامس وما بين المعهد الفرنسي وهو من خلال رواق أو سيمينار رواق وهو سيمينار علمي كان بيجمع الباحثين العلميين في كافة الجامعات المصرية داخل المعهد الفرنسي بالقاهرة لسببين الأول هو التعارف والتعاون العلمي والآخر عرض الأفكار والجديد في مجال الدراسات الأثرية والتاريخية وفي الحقيقة كان ملتقى علمي ناجح على أكثر من حلقة مختلفة سواء في استضافة أستاذة كبار في مجال الآثار الإسلامية سواء في مصر أو من خارج مصر أو حتى للملتقى الأسري اللي كان بيضم عديد من الشباب الباحثين شكرا لكم دكتور أحمد الشوكي أستاذ مساعد بكلية الأداب جامعة عند شمس بقسم الأثار وعضو المجمع العلمي المصري شكرا لكم شكرا لكم